لتحليل أكثر للمشهد الميداني ينضم إلينا في الستوديو العميد إلياس فرحاتة المحلل العسكري والستراتيجي ورحب بك عميد إلياس معنا عميد إلياس تصعيد ربما غير مسبوق غارات كثيفة وعنيفة جدا شهدتها الضاحية منذ ليلة أمس وصباح اليوم أيضا ما الجدوى منها؟ يعني بلغ عدد الغارات منذ منتصف ليل أمس حتى يعني صباح اليوم 34 غارة شملت بشكل بارز محطات وقود مستشفيات مقازن مواد طبية وشملت الأحياء بين الليلة والمراجي وهي الأحياء الشرقية للضاحية هناك شوارع سوية على الأرض الأبنية من الجهتين ولا يعلم أحد أن هناك مراكز لحسب الله ولا يوجد أي مركز إنما الطبيعة الجغرافية تشيئ إلى أن هناك مخطط يعني لعزل الضاحية عن جوارها وطبعا الضاحية وجوارها متصل هناك أتصال كبير يعني لعزلها يتوجب تدمير مئات الأبنية إذا بدأنا اليوم بعشرة أبنية وممكن أن تستمر الغرارة لفترة طويلة وتؤدي إلى رسم خريطة جديدة للضاحية وهذا أمر خطير جدا فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية والسكانية في بيروت وضواحيها طبعا المشكلة التي تخلقها المشكلة حتى في حال توقف الحرب سوف تظهر مشاكل كثيرة يعني تصعب كثيرا من إعادة البناء وإعادة الأمور إلى طبيعتها ليس الأمر كما كانت 2006 تجاوزها لبنان بسرعة وبدينامية وبمرونة لكن الآن هناك في صعوبة مع هذا الضرب يعني نفس ما شهدناه ونتابعه في قطاع غزة لكن يعني كعقيدة عسكرية ما الغرض من هذا؟ لماذا بهذا الحجم؟ خاصة أنه بات معروف من ضمن الضحايا يعني النسبة كبيرة هم من المدنيين منطقة تعرف كثفة سكانية إصدار أوامر بالإخلاء ما هذه العقيدة العسكرية؟ الإسرائيليون يتعاملون مع أي حرب حرب شعب ضد شعب أنهم لا يحاربون الجيش والقوى المسلحة أو حزب الله أو أي أخر يحاربون الشعب بكامله يريدون أخضاع الشعب ويسأخضاع الجيش أو الدولة أو الحكومة في رد ما أو الحزب في مرة هذا حرب شعب ضد شعب وهذا أمر خطير جدا لم يحصل إلا في تاريخ القديم يعني عادة كله العروب حتى بالحرب العالمية الأولى والثانية كان يصير لقاءات بين الحكومات ويصير في هدنة ويصير في سلام ويصير في أفضل أطنار أما تعامل من موضوع كشعب ضد شعب خطير كثير شعب ضد شعب يعني ما المقصود بها لأنه بالآخر هذا جيش نظامي تابع لدولة إسرائيلية وهو يستهدف مدنيين في دولة أخرى مدنيين وراء هذا الجيش هناك من يدعو إلى الإصطيطان في جنوب لبنان وهناك من يقول على شوشيط تلفزيون أنا أريد هذه البلدة وأنا أريد تلك البلدة هذا نسمعه بالألام الإسرائيلي هذا يعني أن هذا الجيش ينفذ إرادة هذا الشعب بالتدمير الممنهج للبنى الاجتماعية والسكانية يعني باعتقادك أننا لسنا فقط أمام حكومة يمينية متطرفة لكن هي دولة بشعبها وحكومتها يبدو لغالبية بهذا التفكير والغالبية انتخبت هذه الحكومة الآن لو ننتقل إلى الجنوب وهذه العملية البرية باعتقادك يعني لماذا يصمم عليها الجانب الإسرائيلي حتى الآن هل بلورة النجاح أو تحقيقه يتوقف على عمليات برية صحيح أن كل هذا التدمير من الجو ومن البحر لمناطق سكانية والاغتيالات لا تصنع نصراً لإسرائيل الذي يصنع النصر هو التقدم واحتلال أرض من لبنان وكما أعلنوا من أشهر ومن سنوات عن نية في احتلال شريط حدودي أحياناً يقولون 2 إلى 3 كم أحياناً يقولون إلى جنوب الليطاني إلى حدود نهر الليطاني أحياناً يقولون 8 كم مدى صواريخ الكورنت إذا لم يكن هناك احتلال لأرض لبنانية لا يمكن أن تبدأ الفوضات وواشنطن بالأمس ناطق باسم وزير الدفاع طلبها من إسرائيل أن تبقى في المناطق التي احتلتها وهو يدري أنها لم تحتل شيئاً لكنه يدعوها إلى الاستراع في الاحتلال والعمليات التي قامت بها القوات الإسرائيلية تشير إلى النواية بالحسم السريع في الاحتلال الأرضي لكن المقاومة تصدت لها يعني مثلاً في أحد الحالات جرت عملية تسلل قوية ساعة 11 ونص ليلاً وفضهت مقاتل حزب الله بعد ساعتين تجددت العملية في المكان نفسه وهذا أمر من الصعب على المدافع أن يتوقعه أن يأتي الهجوم من نفس المكان ومع ذلك كان هناك من ينتظر وصدهم مع أن في المرة الثانية الشباكات طالت لساعات الجبهة بدأت تظهر من الناحية العسكرية من كفركيلة إلى مارون الراس كفركيلة شرقاً مارون الراس في الوسط مسافة نحو 32 كم على هذه المسافة هناك هجمات في الشرق في كفركيلة وعديسي وفي الغرب في مارون الراس ويارين ويارون عفوا مارون الراس ويارون اليوم أو أمس بعد ظهر أمس اليوم ظهرت لنا جبهة جديدة هي بين بين عديسي ومارون الراس هي بلدة بليدة بليدة خلت شعيب صح ببليدة نعم نعم حيث تسلت القوار الإسرائيلية بتجيب بليدة وكانت المقاومة عاضرة وردتها حتى الآن هذا المحور الذي يبدو قطوله نحو 31-32 كم هو الخط الهجوم الإسرائيلي لكن يمكننا التقليل من أهمية قصف سهل مرجعيون والخيام أو سهل الخيام نعم هو السهل نفسه هذا يعني يمهد الطريق لإسرائيل من أجل التقدم في سهل المرجع شكرا جزيلا لك عميد إلياس فرحات المحلوب العسكري والستراتيجي ترجمة نانسي قنقر